شكرا للمشاهدة بعضها بذوب حسب تركيبتها الكيميائية يعني بعضها بذوب بالدفون وبعضها بذوب بالماء بناء على هذا الاشي لما اجي اخذ مثلا مكمل غذائي بفيتامين معين ما رح اخذه من الغذاء بهمني اكون عارفة هذا المكمل الغذائي مترح احكي للشخص اللي رح يستخدمه او انا مترح استخدمه يعني مثلا فيتامين سي وفيتامين بي اللي رح نشوفه في محاضرة اليوم لانها وترسولة بالفيتامين يفضل انه ناخدها على معدة فارغة او انه بعد الاكل بساعتين مثلا لكن الفاتسولة بالفيتامين يفضل انها تكون مع الاكل او بعد الاكل مباشرة ما بترك اللي هو وائف خصوصا فيتامين دي عشان اللي سنستفيد عليه اكتر مع وجب الدسم يكون يعني دخلنا نحكي مع الغداء او بعد الغداء مباشرة طيب الواترسولة بالفيتامين عندي فيتامينين اللي الناس هيك بتعرفهم فيتامين سي وفيتامين بي هلأ فيتامين بي عندي له انواع كتير هذا اللي رح نشوفه وفيتامين سي بنوع الواحد بالاسم العلمي تابعه لهو الاسكوربك اصد الفيتامين اللي دي سولد ان ووتر يعني اللي بتذوب في الووتر ما بتتخزن في داخل الجسم لكن اللي بتذوب في الدهونه بتتخزن بمعنى لو اخدت جرعة عالية من فيتامين دي كمكمل غذاء واخدت جرعة عالية جدا رح تتخزن عندي في الجسم وتسبب لي عوامل اللي هي التوكسيسيتي منسميها لانه اخده بشكل كتير كبير ظل متخزن عندي في الدسم بتبالش تظهر عندي بعض الاعراض الجانبية هلأ فيتامين دي عادة ما بظهر منه اعراض جانبية لانه باغلب الحالات بيكون في عندي نقص اساسا من فيتامين دي فانه الدسم الصري يعوض هذا نقص دريجي لكن هاد لا يعني اني ابالغ في الجرعة اللي باخدها من فيتامين دي هاي نقطة بالنسبة للووتر سوليبل تعتبر امنة اكتر لانه لو باخدها مثلا بجرعة اعلى من المطلوب هاد لا يعني اني احكيه لو اروح بالغ بالجرعة لا لكن لو باخدها بجرعة اعلى من المطلوب مثلا الجسم رح ياخد اللي بيستفيد منه اللي بيحتاجه واي اشي فائد رح يطلعه من الجسم فما حدا يفكر اذا عنده نقص فيتامين بي 12 مثلا وبدو ياخد مكمل غذائي ما يفكر انه لو اخدت مثلا فرضا توصي انه حبة واحدة خلال اليوم لو اخدت تنتين لا يفكر انه رح يستفيد اكتر بالعكس اي فائد الجسم رح يطلع منه والجسم ما رح يستفيد الا من الحاجة اللي هو اخذها من الكميل اللي هو محتاجة رح يستفيد منه فها نقطة مهمة اخدها بعين الاعتبار الواتر صلوب الفيتامين تعتبر امنة اكتر من الفات صلوب الفيتامين اذا باخدها كمكملات غذائية لكن اكيد اذا باخدها من النظام الغذائي اريدي تعتبر هي الامنة هو الاساس so dissolved in water بتدوب في الواتر not stored by the body ما بتتخزن في الرسم ليش لانه حكيانا هي اريدي ذائب في الواتر فاي فائد منها بيطلع عندي طبيعتها بتقدر تطلع عندي مع اليورين مع البول فاي فائد بيطلع عندي لخارج الجسم طيب بهمنا شو نعرف الانواع فيتامين سي اللي هو الاسكوربك اسد والبي فيتامينز البي فيتامينز عندي بواحد بي اثنين بي تلات وبي خمسة بي ستة سبعة تسعة واثناش يعني ما حد يجي يسألني وين اربعة ما في اشي اسمه فيتامين بي فور ما في اشي اسمه فيتامين بي ثمانية مثلا في عندي واحد واثنين وثلات خمسة ستة سبعة بعدين تسعة واثناش ما في عشرة ما في حداش هاي الشغلات عندي بس هاي العدد من الفيتامين بي طيب فيتامين بي واحد شو الاسم العلمي له اللي هو الثيامين بي تو رايبوفلوفن بي ثري نياسين اللي ما تكونوا سمعتوا فيه بي فايف البانتوثونيك أسد بي ستة البايرودوكسين بي سبعة البيوتين وهذا الشائع جدا والاغلب سامع فيه بيكون فيتامين بي تسعة فوليك أسد يعني فوليك أسد لما ينباع نحكي فوليك أسد انا عم بحكي عن فيتامين بي تسعة سواء الدو مكتوب على العلمي فوليك أسد او مكتوب بي تسعة هو أوريدي بي تسعة تمام متى من لاحظ هاي التفاصيل المكتوبة في المكملات الغذائية يعني مثلا مثل شركة سولقر خلال نحكي بالتيبل تبعها بتكون كاتف مثلا فوليك أسد جنبه ان هو بي ناين او مثلا بيوتين بي سبن مثلا بعض الشركات بتفصل هذا الشيء بعض الشركات لو ما فصلت عادي انتظرينكم تكونوا عارفين انه هما نفسهم يعني باسم الفيتامين بي ناين هو نفسه لفوليك أسد باسمهم اختلفهم بس نفس الاشي كذلك البيوتين وكمان عندنا الثيانو بالامين الثيانو بالامين او ناس بتلفظ الثيانو كوبالامين اللي هو الفيتامين بي تولف تمام هذا اللي بيكون فياته نقص شائع اكتر والناس اللي هو متعارف عليه كمكمل غذائي اللي هو بي تولف طيب البي كومبليكس عادة كمكملات غذائي بيكونوا ضايفينهم كل ياتهم بس اللي هو واحد واثنين وثلاتة كل ياتهم بيكونوا موجودين عندي في التابلت الوحدة او في الكابسولة الوحدة في موضوعنا رح نعرف اللي هو مصادرهم الغذائية ونقص كل واحد لهم شو رح يسبب لي اعراض حالات مرضية يعني لما اشوف حالة مرضية معينة اكون عارفة انه هاد بسبب نقص فيتامين معين لما اعوض هذا النقص غالبا الاعراض رح تختفي طيب اول اشي فيتامين سي اللي هو الاسكوربك اسد خلق الفيتامين سي شو بهمني بحكي الفيتامين سي هو اسسنشال يعني اساسي في تصليح الانسجة التالية وإلو دوره اهمية في انتاج بعض النواق العصبية في الرسم يعني وجوده رح يساعد على انتاج النيورو ترانزمتر بشكل افضل تمام هذا ان جنرال فيتامين سي لو بدي احكي دوره الفعال الاساسي والاول هو عبارة عن انتي اوكسدنت ومن الانتي اوكسدنت القوية جدا يعني مضاد للأكسدة شو يعني مضاد للأكسدة مباشرة اول ما احكي مصطلح انتي اوكسدنت يعني بقوي جهاز المناعة فانتي اوكسدنت ليش لانه بتخلصلي من اشي بسميه الفري راديكالز شو ما الفري راديكالز الجذور الحرة هي عبارة عن مواب نشطة بتكون تكون قادرة على انها ترتبط بالخلايا المجاورة لالها الخلايا المجاورة بتكون الخلايا اللي هي الطبيعية الصحيحة اللي قادرة على تقوم بوظائفها وجود هذه الجذور الحرة وتراكمها بيأدي الى انها تتلف الخلايا الصالحة في الدسم اتلفت الخلية تبعها معانت وفقدت وظيفتها فبالتالي بصير تظهر عند اللي هي لعه حالات مرضية اغلبها بتظهر على شكل اول شي اللي هو inflammation في الدسم كالتهاب فالفكرة انه عشان اقوى الجهاز المناعة فيتامين سي مهم عشان اتخلص من الفري راديكال فيتامين سي مهم لتجديد الانسجة وانتاج اللي هو الكولاجين وعمل الكولاجين بشكل افضل فيتامين سي هو الاساس جهاز المناعة وقوة جهاز المناعة وقالية عمله and it also function as anti-oxidant الا anti-oxidant حكيها بتتخلص من الفري راديكال شو يعني فري راديكال بيحكي اللي هي عبارة عن مولوكيول with one or more unpaired electrons which make unstable or it's بتكون unstable and high reactive يعني نشطة جدا غير مستقرة اللي غير مستقر بيكون نشط تمام الفكرة نشط جدا لانه بطبيعتها بتكون عبارة عن يعني بالكيمة لو بدأدخل بهذا المجال انه هي unpaired electron يعني الالكترونات اللي عليها وعلى مدارها ما بتكون على شكل ازواج على شكل pair بتكون الكترون واحد لحاله فبالكيمية اي ذر او اي عنصر عليه الكترون لحاله مش على شكل ازواج بيكون نشط جدا نشط يعني محتاجة يعمل رابطة مع اي اشي حوالي فعشان هي كاليفري راديكال بتكون قادرة على انها تعمل روابط او انها تتفعل مع الخلايا المجاورة بتأثيرها على structure بتتلفها فبصرفي عندي اللي هو ضعف جهاز المناعة ضعف جهاز المناعة يعني بتظهر عندي اللي هي حالات مرضية زي ما قلتلكم بتظهر اول شي على شكل اللي هو هاي بالحالة الطبيعية نقصان او نقصان خلينا نحكي فيتامين سي بشكل مقبول نقصان بشكل عالي جدا رح يسبب لي حالة مرضية هلأ بنشوفها وباعراضها بتكون بارزة يعني واضحة انه هذا شخص عنده نقص فيتامين سي بشكل كبير طيب بامتصاص الحديد من الغذاء اللي انا باكله يعني وجبة غنية بالحديد بالايرون لكن انا ما عززتها بوجود مثلا مصدر غذاء فياتو فيتامين سي امتصاص الحديد بهذا الطريق وبهاي الحالة ما رح يكون عالي جدا فنقطة مهمة انه اي نوع غذاء فياتو حديد بدي استفيد منه يعني مثلا واحد عنده نقص حديد وما بده يلجأ للمكملات الغذائية فضلا انه ياخده من النظام الغذائي عشان استفيد بشكل فعلا قوي واحكي انه انا خلال فترة زمنية قصيرة مقبولة صار عندي تعود لهذا الحديد اللي كان ناقص عندي لازم ياخد معه فيتامين سي ففايتامين سي مهم للأبزوربشن أوف آيرون فام فود اضافة لذلك زي ما قلت لكم بيساعد في اللي هي آلية عمل الكولوجين نفسه الكولوجين هو عبارة عن اللي هو بطبيعته ما اللي هو دخل فيه اللي هو التركيب البنية للأنسج عندي للعظام للعضلات للكارتلج للبشرة لكل شيء في الدسم فالكولوجين عشان يشتغل بشكل أفضل فيتامين سي نقصان فيتامين سي بيخليه الكولوجين يشتغل بكفاءة قل من المستوى الطبيعي فبالتالي ما بستفيد بشكل كامل فنقطة مهمة للناس اللي بتاخد كولوجين كمان كمكملات غذائية إنه يكون معها فيتامين سي طيب فيتامين سي إن جنرال بيحافظ على صحة اللي هو السكن البلاد فيسلز الأوعي الدموية البونز عن كارتلج حكين العظام والغضري في العلاقة بالكولوجين وبالأخير في الوونت هييلن اللي هو التئام الجروح يعني الناس اللي بتعاني إنه جروحها بتلتئم بشكل كتير بطيء مقارنة مع شخص تاني عادة أو غالباً بيكون عند هذا الشخص نقص في فيتامين سي وهذا اللي رح نشوفه اللي نقص فيتامين سي اللي عالي جداً شو رح يسبب طيب أول شي نشوف السورس شو مصادر فيتامين سي يعني لابدأ أخذها من الغذاء أي فواكه حمضية أي حمضيات عندي ليه سيترس فروت مثلاً عندي الأورنج أو الليمون أكيد فيها فيتامين سي وكل عام منعرف هذا الشيء اثنين في عندي اللي هو البيفر الفلفل الحلو أو الفليفل الحلوة كل ما كان لونها أغمى كل ما كان فيها فيتامين سي أكتر يعني مثلاً بنحكي عن الفليفل خليناً نحكي الأورنج أو اللي هو لدي أخضر الأورنج وعندي كمان اللي هي الأحمر هلأ الأخضر فيه فيتامين سي تمام الأورنج فيها فيتامين سي أعلى الحمرة فيها فيتامين سي أعلى نسبة مقارن مع هذه الثلاثة أنواع حسب اللي هو اللون كمان فالفكرة أنه فيتامين سي موجود عندي في البيفر للمناس اللي مثلاً ما بتستهلك أورنج أو الليمون كتير الفلفلة منيحة الستروبريز البروكلي والبوتايتو كمان اللي هي الفرولة والبروكلي والبطاطا هدول قلياتهم فيهم فيتامين سي كنسبة أكتر بلائي بالبيبر وبالسترس فروت نسبة الفيتامين سي عالية يعني مثلا لو باليوم باكل حبة فليف لوحدة أحطها بالسلطة مثلا وأكلها هون بعطي للجسم كميته اللي بيحتاجها من الفيتامين سي خلال اليوم الواحد نقطة مهمة لفيتامين سي أو لكل فيتامينات بي كمان معها كل يوم لازم أعطي الجسم مصدر فيتامين سي عشان أحافظ على مستوى فيتامين سي اللي هو للحاجة اليومية كأني عم بحكي لكم الجسم مثلا محتاج من فيتامين سي مقدر معين كل يوم بيومه ما بصر أصر أحكي أنا عادي بأخذ في اليوم الأول فيتامين سي اليوم الثاني ما بأخذ عادي بغيب أصبه بعد يمرجب أحكي الله أخذ فيتامين سي سواء من نظام الغذائي أو كمان من المكملات الغذائية كل يوم بيومه لأنه إيش حكينا هي ووتر سولبل فيتامين بمعنى إذا زدت الكمية خلال اليوم الأول أي فاء اطلع من الجسم والحاجة والجسم اللي بيحتاج واستخدمها خلال اليوم خلال 24 ساعة الأولى بس إيجت 24 ساعة تاني إيجا يوم تاني لازم أمد الجسم ببصر فيتامين سي كل يوم بيومه نفس الإشي بالنسبة للبي فيتامين سي طيب هلأ فيتامين سي إذا أنا بقلل من اللي هو أخذه أو مثلا صار عندي ديفيشنس فيه اللي هو القلع تابعته مع الأيام والتراكمات اللي هو أيام عم تتراكمون ما عم بمد الجسم أبدا ببيتامين سي بلش تظهر عندي أعراض كالآتي واحد يعني بشكل عام في عندي تعب إرهاق عام شامل اثنين مصر الآن جونت بين آلام في العضلات وفي المفاصل ثلاثة اللي هي الواحد لما يضرب في إشي أو إنه يوقع مباشرة بصرفي عندي اللي هو أحمرار بتحول لأزرقاق بالأخير اللي هو زي كأني عم بحكي زي بتجلط الدم عندي مكان الواعة ومكان الضربة وبيكون اللي بروزنج يعني واعة عادية لو شخص ما بيعاني من نقص فيتامين سي ممكن ما يسري عنده هذا اللي بروزنج لكن اللي بيعاني من نقص فيتامين سي بيظهر عنده بشكل واضح وبشكل سريع اللي بروزنج هي عبارة عن إيش؟ بحكي لي هي على السكن يعني منحة لونها من أحمر لأزرق تمام بهذه الدرجات فلي هو زي تجلط الدم عندي هيك لو بدي أحكيها بالعامة لكن فكرنا بصير زي عندي الكدمات يعني تمام؟ تمام عندي اللي هو السكرفي وهاي آخر مرحلة بنقص فيتاميندي لما تكون مرحلة كتير شديدة اللي هو مرض أعراضه على اللثة بيكون فيه عنده زي نزيف هو ما فيه نزيف أنا ما بشوف الدم طالع من اللثة بيكون فيه عنده زي اللي هي على اللثة زي فيه كدمات كمان زي كأنه فيه ضربات على اللثة تمام؟ وأي لو أضرب في اللثة شوي مثلا أو أفرشيها بشكل حادش مباشرة بتنزيف يعني هي مداما عندي نزيف فيه عنده زي اللي هو التجلوطات هاي على اللثة أي ضربة أو أي لمسر اللثة حساسة جدا مباشرة بتطلع عندي نزيف بصير فيه عنده دم إضافة لذلك على اللي سكن بيكون فيه عند ايش بنسميه اللي هو البينبونت هيموريج كمان فبنسميها اللي هي السكوربيتك بليدينج غمز و البينبونت هيموريج هلا بنشوف صوريتهم بصير الفكرة واضحة هذا المرض بيحكي لي سببه انه نقص لفايتامين سي بشكل كتير كبير وعلى شكل مستمر مزمن طيب فهاي ان جنرال شو مصادر فيتامين سي شو الديفشنسي تبعت فيتامين سي أعراضها والفايتامين سي تقصيصية اللي مشوفها مع بعض إذا أنا أخدت خلالي اليوم كمية كبيرة إحنا حكينا الجسم بياخد فائته أو اللي بيستفيد منه وحاشته والباقي بيطلعه لكن إذا بالغت في الجرعة خلال أول مرة هلأ فتت الدواء شو بصير عندي أعراض توكسيسيتي واحد نوجيا أبدومينال كرامس اللي هو النوجيا اللي عم نحكي على الغثيان أبدومينال كرامس تشنوجات في منطقة البطن دياريا هدك إسهال وصداع فتيق إنسومنيا فتيق التعب العام إنسومنيا الأرق هوت فلاشز اللي هي الشعور بالهباب يكون في منطقة الوجه ومنطقة الإدن اللي هو حرارة داخل بحس فيها الشخص واحمرار عندي في الأيد وفي الوجه وكمان عندي تعرق شديد راشز اللي هو زي رعشة بصري الحس الواحد فيها زي راشز اللي هو مع طفح جلدي كمان يورينيري تراك بروبلم اللي هي مشاكل في الجهاز البولي وكيدني شتونز ممكن كمان تتفاقم الحال إذا شخص ضلي راكم فكرة الفيتامين سيد توكسيسيتي اللي هو ياخدها بكميات كبيرة مبالغ فيها وكيصر عنده الأخير اللي هو الجسم ما قدر يطلع الفيتامين سي مع اليورين فتراكم في داخل الكدني تراكم هذا الفيتامين سي في داخل الكدني بالأخير بحولها لستون لا حصوات الكلا فنقطة مهمة جرعة الفيتامين سي خلال اليوم لو تسألوا شو المناسب لو بدي أخدها كمكمل يعني توكسيستي من وين تظهر يا جماعة من المكملات الغذائية يعني مش من الطعام تمام فإذا مكمل غذائي قديش بيفيدني فيتامين سي أقصي إشي في اليوم ألف ميلي جرام يلي هي واحد جرام شوفت القرس الفوار قرس فوار واحد كافي تمام لا اللي هو قوي جهاز المناع أعوض نقص من فيتامين سي خلال يومي دوم أصرفي عندي أي أعراض للتوكسيستي هل هاي الأعراض شائعة جدا لا مو شائعة يا جماعة لأنه نادرا ما أصرفي عندي توكسيستي من فيتامينز هي عبارة عن ووتر سوليبل لكن إذا صار ممكن تكون أحد هذي الأعراض موجودة ممكن تكون لشخص أنه إيش بالغ فيه جرية فيتامين سي خلال اليوم الواحد ركزو لأكتر على الدفشنسيز والسيمتوم سبعتها والسورس فيتامين سي مرض اللي حكينا عنه هاد اللي هو البينبوينت هيموريج اللي هو على البشر بيكون فيه زي نقطة كثير صغيرة بينبوينت كثير صغيرة وزي نزيف تمام زي تجلطات في الدم هيك بتكون كدمات لونها بيكون بهذا الشكل ريد على الليثة وبتلاحظوا هون بيكون حوالين الأسنان على الليثة زي كمان كدمات زي كأنه الليثة ما أخذ ضربة وفي عندي اللي هو زي نزيف داخل فيها فجاي على شكل كدمات هون ولما أربع الليثة من واحد يفرشة أسنان أو أي إشي بسواك أي شي لو ضرب الليثة مباشرة بيصدر في عندين زي في يعني الليثة بتكون عندي حساس وبيكون في عليها هذه زي الكدمات زي ما أسميها اللي هي الفكرة إذا وصل الشخص لهاي المرحلة ما ناتو عنده نقص شديد جدا في فيتامين سي هل هذي يعني أنه روح يرعوضها بجرعة كتير كبيرة تأدي للتكسيستي خلال اليوم أكيد لا لكن لازم يواضح على أنه يوم بيوم ياخد جرعة فيتامين سي المناسبة لإله الشائع جدا بين الناس عشان أعرف أنه شخص عنده فيتامين سي إذا حتى الشخص ما وصل لمرحلة اللي هو هذا المرض السكيرفي إنه واحد أي ضربة مباشرة بتعلم تكون على شكل كدمات للونها أزرع اثنين أي ضربة بياخدها التئام الجرح بيكون عندي بطيء جدا يعني مثلا جرح بسيط ممكن عن شخص التئام بيوم هو يوعد معه يومين لسات مفتوح لازم اللي هو يضل حطط عليه زي لزق أو إشي إضافة لذلك مكان الجرح بيترك أثر زي بيضل عندي علامة على الجرح وطول لما تروح تمام فهي كمان من علامات نقص فيتامين سي إنه مكان الجرح العلامة اللي بيترك هالجرح لسه بتضل موجود بتضل على شكل اللي هو زي بؤعة موجود لسه في اللي هو الجرح التئام تمام هو كان بطيء التئام ولكن علامة الجرح اللي بتكون على شكل يعني مش أحمر أغمأ بتكون زي بني بتكون فهاي البؤعة كمان لو بتضل بتطول لتروح معناته هذا شخص يعاني من فيتامين سي ديفيشنسي فهي نقطة كمان تكون عارفين لكن بالامتحان شو ممكن نجي مثلا هاي الصورة وأسألكم هاي الصورة لها علاقة لأي حال مرضية وأعطيكم بالخير فيتامين سي هون يا جماعة شو الفيتامين سي شو فكرته نجي هلا عمجموعة البي فيتامين بي فيتامين عبارة عن جروب من الفيتامين بحكي لي وهذه البي جروب فيتامين يعني مش لها فكرة زي اللي هي دعم جهاز المناعة مثل الفيتامين مثلا سي أو حتى فيتامين دي بالمناسبة جماعة بدعم جهاز المناعة لكن الفكرة إنه بدون هذ البي فيتامين أو البي جروب فيتامين الجسم مع الوقت بصير اللي هو يفقد لهذه الانرجي يعني زي بحسب اللي هو التعب تمام هلا بنشوف كل المجموعة وشو فكرتها وكل واحد من فيتامين بي وشو اللي هي نقص وشو بسبب طيب فيتامين بي أو البي فيتامين يعني الأكل اللي عم باكله مصادر مثل الكاربوهايدرات الفات والبروتين مش بالأخير بتتحول عندي لطاقة بيحكي لي وجود فيتامين بي فيتامين فيتامين كلها بكلها كمجموعة هي بتساعد الجسم عشان يحرر هاي الطاقة من الكاربوهايدرات من الفات من البروتين بالشكل أسرع وأفضل فبالتالي يعني عشان أستخلص الطاقة من هاي المواد المغذية سواء كاربوهايدرات أو فات أو بروتين يفضل وجود فيتامين بي بساعد على أنه أحرر هذا الطاقة بشكل أكبر وبشكل أفضل وأستخدمها كمصادر طاقة معنى الكلام فيتامين بي ما بيعطي طاقة بشكل مباشر للجسم لكن بيعطيها طاقة بشكل غير مباشر يعني بيساعد المواد المغذية على تحرير الطاقة اللي فيها طيب هذا جنرال لكل الفاتامين بي طيب نشوف اللي هو البي فيتامين زي ما حكينا كل واحد لحالها لنجح نحكي على وردي ذكرناهم مع بعض بأسمائهم اللي هي العلمية وبالإسم تبعها بي وان بي تو إلى آخر الثامين نشوف كل واحد مع بعض أول إشي عندنا الثامين اللي هو البي الثامين بيحكي لي help to convert glucose into energy and has a rule in nerve function فيتامين بي 1 إلودور في تحويل الجلوكوز لل energy لطاقة ATP تستخدم هالخلايا إضافة إلى ذلك إلودور في nerve function اللي هو بيقوي نحكي الجهاز اللي هو العصبي أو الثامين عندنا الحبوب الكاملة وذور خصوصا نحكي على السمسم اللي هو السمس food السيد اللي جيوم البقوليات وال wheat germ اللي هو جنين القرح بنسميها والنط اللي هي المكسرات بتحتوي على B1 إذا صار عندي ثامين ديفيشنس شو بصير شو السمتم اللي بتظهر عندي عندي المقصود المقصود فيها زي اللي هو عدم التركيز والارتباك اللي هو confusion والirritability الpoor arm or leg or both ما سميهم الcoordination اللي هو تناسق حركة الأيدي والأرجل بكل ما عندي تناسق فيهم فpoor coordination لإلهم عندي الفتيق وعندي المسل weakness كمان فها هي أعراض نقص اللي هو الثامين إذا استمر النقص عندي لفترة زمنية طويلة جدا شو بتظهر عندي بتظهر عندي حالة مرضية مسميها اللي هي البربر شو هاي الكون الكون هاي بحكيلي زي كأنه بصير عندي بسبب نقص الثامين الزايد عن نزوم بأثر عندي على آلية عمل جهاز الدوران والجهاز الهضمي والجهاز العصبي سوا مع العضلات كمان بالأخير بصير في عندي اش بنسميه اللي هو الإدمة الإدمة اللي هو زي التجمع للسوائل والمفروض ما تكون الجمعة فيها المنطقة في الجسم فبصير في عندي اللي هو التجمع للسوائل لدرجة انه لما اضغط على الجسم بهذا يعني مثلا ضغط شايفين هذا التجويف اللي هون هات بس عبارة عن انه ضغط بالإبهام على الرجل ولما شال الإبهام رجوع الجد لحالة الطبيعية كان كتير بطيء بمعنى انه في عندي تجمع سوائل في الجسم لدرجة انه لما اضغط واشيل في عندي مشكلة ما برجع على المستوى الطبيعي لانه ما برجع اللي هو الجد لشكل الطبيعي بشكل سريع لانه في عندي اللي هو مشكلة في تراكم السوائل هون فهاي الإشارة دليل على انه عندي هالحال المرضية يعني عندي نقص اللي هو الثيمين فإذا بهم تعرفوا لي السمتم بيكون يعني اللي هو السبات أو النعاس الشديد اللي بيسعر في الشخص مع الفتيق اللي هو التعب العام والمسل ويكنس وجع أو تعب اللي هو ضعف في العضلات حال المرضية اللي هي البيربيري اللي هي الكون caused by ثامين deficiency that affect the cardiovascular muscular gastrointestinal and nervous system شو هي الحالة هاي بيحكي للي characterized by a wet يعني referring to edema or dry بتكون اللي هي المسل wasting but no edema الحال الشاعة على نقص هون إنه في عندي edema اللي هو تراكم وتجمع على السوائل فبصير في عندي هذه الأعراض إنه بضغط لسه في عندي سائل في الجسم وسوائل متراكمة فبالتالي بصير في عندي بهذا الشكل بحكي لي في حالة تانية لكنها مش كتير شائعة لكن هذه الحالة بتكون عفكرة إنه بصير اللي هو الجسم زي هدم فيه بالعضلات عندنا وما فيه عندي حالة الإدمة يعني بصير ما عندي كتلة عضلية في الجسم بنفس الوقت ما عندي حالة الإدمة هاي لكن شاع جدا لنقص الثامن مباشرة اللي هي بنسميها حالة اللي هي البربيري اللي بنسميها الويت اللي هي الرطبة المقصود فيه اللي عندي إدمة في الموضوع ففي الامتيحة شو ممكن نسأل السورس الثامن أو هاي الحالة المرضية اللي هي علاقة بشو بتحكولي بنقص اللي هو الثامن يعني الثامن ديفشنسي أو لو قلت لكم بالخيرة بيوان ديفشنسي نفس الإشي تكونوا عارفين الاسم العلمي للفايتامين اللي عندي نيجي على بيتو اللي هو الريبوفلافن الريبوفلافن بحكي لفكرته إنه إله علاقة بالإنرجي برودكشن وله علاقة كمان بالفجن وبالسكن يعني له علاقة بصحة اللي هو الاسكن البشرة اللي هو الفجن الرؤية وضافة لها لو إنتاج الطاقة مصادر الريبوفلافن عندي الحبوب الكامل الخبز اللي بيكون من حبوب كاملة مش اللي هي زي بيسموها الإنخالة تبعتها لا الحبوب تكون كاملة قمح كامل مش الإنخالة تبعته اليوغورت والملك بنعرفهم الأيج وايبت اللي هو بياض البيض اللي في جرين فيجيتابل الغني جدا بي الريبوفلافن اللي هو بيت تو اللي هي الخضروات اللي هي الخضرة الغامعة اللي في اللي هي ما اللي كمان على اللي هي الورقية أكثر لو بحكي عن السبانخ الجرجير هاي الشغلات ميت الييس الليفر والكيدني يعني كمصادر حيوانية اللي هي الكبدة والكيدني للناس اللي بتاكل الصيغ تاكل اللي هي الكيدني الكيلية تبعت اللي هو مثلا الخروف والتجاج الى آخر اليست اللي هي الخميرة والميت اللي هو اللحم عادي اليست اللي هي الخميرة هالخميرة مفيدة يا جماعة مش بحسب بحكي على استخدامها كأنها لا اللي هي لل العجين يعني أنا أعمل فيها اللي هو تخمير العجين فقط هل بقدر أكل اليست في نظام الغذائي وتفيدني بحكي لي آه اليست فيه طرق كتير اللي هو استخدامها الطرق هاي من أسهلها على صح اللبن زبادي وأحط عليه مثلا معلقة الصغيرة اللي هو اليست وأخلطهم وأأكلهم طعم مش كتير سيء وبين الوقت هو مش بس بعطيني يعني أنا ما بأكل بس اليست مثلا عشان البيتو بمكانه شخص يأكل اليست عندي في هاي الطريقة أو في ناس مثلا بتخلطها مع مي دافئ وتشربها على الصبح الفائدة هاي تبعتها شو طالما يعني مذكورة هون خليها تكون خلفية لكم اليست بتساعد على إنها توازن بين الخلايا أو البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي مع البكتيريا الضارة فالبكتيريا النافعة عشان ترجع اللي هو البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي تفرق مع الأشخاص أو كتير الناس اللي استخدمت خميرة فرقت معهم بالأمراض الجلدية اللي هي مثل الأكزمة مثل عندنا اللي هو الالتهابات الجلدية حاجز البشر اللي بيكون عنده ضعيف الأكزمة اللي سواء على الأيدي أو على الأقدام الفكرة إنه اليس لما يأكلها كانت اللي هي تخفف عندهم من جهاز المناعة لما تكون نسبة الالتهاب الجسم كتير مرتفعة جهاز المناعة مو قادر على أنه يسطر عليها بتصير تظهر عندي هاي الحالات على اللي هو للناس اللي عندها هذه الحال اللي هي الأكزمة مش حالة معدية بالمناسبة وما تعتبر كمان وراثية يعني ممكن عادي جدا الأم والأب ما عندهم لكن ابنهم مثلا بيعاني من أكزمة عادي ومرات اللي هو عادي الأم والأب والأولاد بيكون عندهم هذه اللي هي الفكرة لكن إن جنرال أصدي إنه لو بتخلص من في الجسم رح تقل عندي هاي الحال المرضية كيف ممكن تخلص من بشكل سهل بدون مؤثر أستخدم مضادات حيوية يعني اللي كانت تفيد بهذه الحالات فهي بس كانت فكرة لقلكم يا جماعة المهم رايبوفلوفين أول الفيتامين بي 2 إذا صار في عندي نقص شو هي الحال المرضية عنا نفس اللي شايفين وبصورة شايفين عندي على زوايا الفم كيف بيكون زي في تقرحات والشفة نفسها من تفخة بينا على انتفاخها مش طبيعي وفي عندي اللي هو تشققات اللي هي الإدمة للماث ومرات بيحكي كمان بيعان ولي بيعان نقص الفيتامين بي 2 كتير ممكن يصير في عندي هذا الانتفاخ والإدمة مو بس بس للفم كمان عندي اللي هو اللي هو الحلق يعني كمان فبيحس الحال الواحد في عنده احتقان دائما في اللي هو زي كأنه مريض بلش اللي هو الزوكام أو اللي قريب يعني فرائب الفيتامين اللي هي دفشانسي كم دس أوردر بيحس الواحد اللي هو الهايبريميا بيحس الواحد في عنده اكسس بلود في المنطقة عندي في الفم الإدمة للماث واللثروت اللي هو الالتهاب لزوايا الفن نسميها اللي هي للكورنر أوف ماث اسمها الانجول وكمان عندنا اللي هي اللي هي الشفاه من تفخة ومتشققة عندي كمان الشائع جدا لبداية اللي هو الرابو شوفني يعني أول عرض بيظهر عندي اللي هي الانجول السومتايس اللي هي على زوايا الفن بهذا الشكل حالة الريبوفلوب الديفشنسي اسمها الريبوفلوبنوس فهي كمان اللي هو لو ذكرناها بهذا الطريق أو بهذا تكونوا عارفينها بنفس الفكرة الصورة يعرفوا لي لها علاقة بنفس أي فيتامين عينها بي ثري اللي هو النياسين اختصار للكلام النياسين له علاقة فيه اللي هو البشرة أكتر ما بحكي بس عن البشرة على الوجه نحن كمان على بشرة اللي هو الجسم كامل النياسين مهم جدا في انه على الفكرة البداية الرئيسية بيحكي لي انه بيحول الكاربوهيدرات الفات حتى الكحول لناس اللي بتساهل الكحول اللي هو بيحول ها لانرجي بيحافظ لي على اللي هو بيدعم لي قوة الجهاز اللي هو الهضم والجهاز العصبي تأثيره وبعد الدراسات اللي هو تعمق فيها النياسين أكتر بشرة أكتر إشي حاليا طيب الميت الفش البولتري الدواجن الملك المشروم بالفطر اللي هو مصاد الغذاء الغني بالبروتين عادة فيها بي ثري نايس الديفشنس الحالة اللي هي اللي هي هاي عندي تشقق في الرجل وعادة بتكون متناظرة يعني على الرجل اليمين في عندي هذا التشقق بيكون كمان عندي على الرجل اليسار هذا التشقق تمام بيحو كمان إنه لقدام يعني نقص الفيتامين بي ثري لفترة كتير كبير يعني على فترة زمنية طويلة ما عم بيستفيد الجسم أو ما عم بياخد اللي هو الجسم مصر اللي هو الفيتامين بي ثري ما عم بياخد بصاد ركافة من بيتامين بي ثري على خطرة زمنية طويلة إنها بتأثر عندي على الجهاز العصبي وبتال سبب لحات اللي هي الدمينشيا اللي هي زي بداية اللي هو الخرف أو الواحة بل شي يعني لكنها مش كتير شائعة زمن قلت لكم الدراسات الجديدة أثبت إنه علاقة أكتر شي بي اللي هو الجهاز الهضمي تمام لكنه على البشرة كمان أكتر شي الدياريا والدرماتاتز اللي هو التهاب البشرة نقص اللي هو اللي هو نقص فاتمين بيتري اللي هو اللي هو اللي هو بهاي الحالة يعني إذا بتلاحظوا واحد عنده هذا التشقق مائل على اللون اللي هو سواد ولاحظوا التشققات مش صغيرة بالحجم الكبيرة هاي حالة اللي هي البليغرا تمام الحالة بتكون عندي تشققات جفاف البشرة مائل على سواد أكتر تمام وبتكون كمان زي ما قلتلكم سيمتريكال اللي مسميها بايلاترال يعني متناظرة يعني مش إنه على الرجل اللي يمين فيه على اليسار لا زي ما قلنا على اللي هو الأرجل اللي عند منطقة اللي هو الساق تمام لكن بيحكي اللي عنده نقص فيتامين بي ثري وتعرض للشمس حالة البليغرا بتتفاقم عنده أكتر فالشمس ذي كأنها بتزيد الحالة سوءا للناس اللي عندها بتعاني من بي ثري ديفيشنسي طبعا فالفكرة كانت إنه فيتامين بي للناس يعني مختصر الكلام هاي الحالة اللي هي البليغرا لما يكون في عنده تفاقم شديد يعني إحنا هلا بنحط الصور لحالة متفاقم شديد وبشكل كبير يعني مو شرط إنه الشخص يكون ما عنده بليغرا فيك كأكيد أنا ما عنده نقص بيتامين بي ثري بداية بالتدرج أي حدا بحسن بتتحسس من الشمس أو بشرة حساسة بعناته بيكون بيعاني من بداية نقص اللي هو للنياسين مو شرط الكوليب بوصل لمرحلة البليغرا تمام لكن تفاقم الحال اللي هو خلص آخرها نوصل للفيتامين بي ثري ديفيشنس اللي هي حالة البليغرا والعراض اللي شفنا تبعتها لو أخدت نياسين كمكمل غذائي وكان شو ممكن يسبب لي بحكي الفلاشنج اتشنج نوجيا والبوتينشل دامج كمان اللي هو لو باخد نياسين بكمية كتير كبيرة أكتر من اللي حاجز الجسم خلال اليوم يعني مثلا واحد قالك نياسين مفيد يلا عشان أدعم قوة اللي هو حاجز البشر عندي أخذ نياسين إذا باخد ها أكتر مما مكتوب عندي على علبة المكملة غذائية وعالبة المكملة غذائية بيكون مكتوب عليها لحاجز الجسم خلال اليوم الواحد فإذا مثلا بدأ الوان تابلت أخذ أو أخذ ثري على أساس أنه هو يعاجل حال بشكل أسرع رح تظهر عنده الاكتر ساب انتك أو نياسين اللي هي السمتم وتظهر عنده مثل يعني زات حالة البشر السوء أنصر عندي حكة أكتر يعني التهاف حكة يعني درما تايتز وبدايتها نوزيا وممكن يأثري كمان عندي على الليفر فنختصار الكلام نياسين إلو علاقة بحالة الباليجرا شوي الباليجرا نكون عارفين وكذلك تكونوا عارفين لمصادر الفيتامين اللي عندنا بي 5 البانتوثينيك أسد بحكي البانتوثينيك أسد الكربوهادرات للبروتين للفاد أز والأز كمان الالكوهول الفكرة produce red blood cell and steroid هورمون فإلو علاقة في تصنيع خلايا الدم الحمراء والosteroid هورمون اللي هي الهورمون في داخل اسم الإنسان sources of البانتوثينيك أسد في عنا بالشيكن بالبيف بوتايتو يعني في الدجاج وفي اللحوم البوتايتو في الأوت في الشوفان تميتوز الليفر الأيج يولك طفار البيض البروكلي والحبوب الكاملة كمان الهول شو ممكن يسبب لي نقص فيتامين بي 5 بحكيلي صدع كثير طيب سواني يا جماعة بس بذكر المايكات طيب البانتوثينيك أسد ديفيشنس في عند السمتوم مثل الهدك الفتيق الرسطلنس الدسترب في السليب كمان المشاكل اللي بيعاني مشاكل في النوم نوجيا vomiting stomach cramps numbness or burning sensation في الhand or feet والمصل cramps هلأ الشاعي جدا والناس اللي هي خلينا بتقرأ يعني هو باشر أول ما حد يحكي له عندي تشنج في العضلات بحكي لك أكيد نقص المغنيسيوم سبب اللي هو تشنج في العضلات صح ما حكينا إنه ولكن إذا الشخص بي ما في عنده نقص مغنيسيوم ولست بعاني عندي من المصل cramps مثلا ممكن يكون عنده نقص في vitamin B5 في vitamin B5 بإن جنرال اللي هو علاقة اللي هو بالصح بالتعب العام الهدك الصداع والإشي المميز لإنه اللي هو وجود أو إحساس بشعور اللي هو زي النخذ أو الخدران في الأطراف تبعته اللي هي الأيدي ونسميها numbness أو حتى burning sensation في الهاند اللي هو شعور إنه فيه نخذ عندي في باطن اليد اللي هو بالكف تمام فبيحس اللي هو هذا الإشي عنده إذا واحد بحس به هذا الشغر لفتر هات زمن طويلة غالبا فيه عنده بيكون نقص فيتام بي فايف بمكانه اللي هو عوض وبس من نظام الغذائي كافي أو ياخد بي كومبلكس البيوتين شائع جدا البيوتين البي سفن اللي هو علاقة كل آتنا منعرف أو أغلبكم إلا مقدمة كل سلايد علاقة بكل فيتام بيكون كاتب لأنه علاقة بالإنرجي متابوليزم لأنه بالمبداية في أول السلايد للبي فيتام ذكر أن هذا علاقة في إنها تعمل على استخلاص الطاقة من الكاربوهايدريت ومن الفات ومن البروتين في جنرال وتحول ها عندي لمستطاقة يعني تستخلص زي كنا بحكي الانرجي بشكل أسرع وأكبر فهي إن جنرال نقطة سائعة لكل البيتامين بي إن جنرال طيب فالفكرة كانت إنه شوفوا شو المميز لكل البيتامين وهذا اللي منسأل عنه بالعادة طيب اللي عنده شغل يا جماعة ومضطر يطلع عادي بمكان وطلع المحاضر ما في أي مشكلة فالبيوتين عندي يعرفوني مثلا ميزت كل واحد فيهم من هذا اللي هي البيتامين زي ما حكينا اللي هو الدفشنسة تبعها والسورسة تبعها لآخر وهي نقطة مهمة يعني مش الواحد يبالغ ويروح ياخد بيوتين كمكمل غذائي يروح فجأة يسترصر عنده اللي هو زيادة في البيتامين وعندين نحكي لك أنا عندي كوليسترول في البلد عندي أو عندي مثلا فلص بعاني من الكوليسترول ننتبه للمكملات الغذائية اللي مناخدها البيتامين واحد لفر كالفلاور اللي هي القرنبيت أو بطل ما نسميها بالعامة اللي هي زي الزهرة الأجيولك البينات شاكن والمشروم هده الغنيين بيه البيتامين جيت أخذ البيتامين كمصدر كمكمل غذائي بيصير لكن زي ما قلنا منلتزم به اللي هو الجرعى خلال اليوم الصحيحة أي مكملات يا جمعة لو بدي أختصر الكلام كله أي مكمل غذائي حبة في اليوم كافية مرات بيكون لحبتين بس الفكرة يعني إذا خدت حبة أفضل مما أخد حبتين تطلع لحبتين الزيادة على جسم لأنها مكمل غذائي بالأخير فممكن يصيب أو يسبب للجسم عندي اللي هي ويحنا يكون بغنى عن هذا الاشي كله يعني أنت راح تاخد اللي هو مكمل غذائي لتعوض النقص لكن إذا الفايتامين عندك هو ممكن سبب لك التقسيس خلال يوم نفسه فالنقطة مناخدها بعين الاعتبار إن جنرال لأي مكملات غذائية ويفضل أي نقص الواحد اللي هو يعالجه من النظام الغذائي ومش بس من المكملات الغذائية طب نيجع على البيوتين ديفيشنسي البيوتين ديفيشنسي بيسبب لي أعراض كالآتي سكن راش هيرلوس واللي بريتال نيل اللي هو لو تلاحظوا النقص العالي بين البيوتين راح يسترش ببلي اللي هو هذا المشكلة بين النيل وتكون بهذا الشكل اللي هي الأضافر مش صحية ولاحظوا كيف لو أنا عندي تكسرات في نص الأضفر على الأطراف فبتكون اللي هي الأضافر هشة من سمينها بريتال نيل الهيرلوس فقدان الشعر بصير في عندي تساقط في الشعر بصيرات الشعر تضعف فتساقط الشعر بيكون عندي أكثر والسكن راش اللي هو العلاقة بي اللي هي زي ما حكينا زي التهاب للبشرة بداية اللي هي الطفاح اللي آخر لكن مش بس نقص البيوتين هو بسبب السكن راش شفنا هذا الإشي حكينا الفيتامين بي 3 اللي هو علاقة بالسكن أكثر حتى من البيوتين يعني البيوتين اللي هو أكثر بي اللي هو النيلز و هير فيتامين بي 6 اللي هو البيوتين البيوتين is needed for protein carbohydrate metabolism أوكي اللي هي الformation كمان of red blood cell with certain brain chemicals هها نقطة مهمة نقطة مشتركة بين البيوتين بي 6 وبل شوح كان بين أي واحد من البيوتين اللي اللي له علاقة في red blood cell بي 5 اللي له علاقة بتكوين red blood cell أوكي فبي 5 وبي 6 بتاع مع بعض اللي هم علاقة بإنتاج خلايا الدم الحمراء واللي هي النيوريتناز مثل كمان نواق العصبية طيب بي 6 وجدوا العلاقة كمان بدعم جهاز المناعة اللي هو بدعم بقول جهاز المناعة كfunction والاكتيفتي of the hormone كمان اللي هو استجابة اللي اسم للهورمون نشاطية اللي هي الهورمون كمان عشان تعطي إشاراتها بقوة أكبر بيستلوا علاقة بهذا الإشي السورس واحد يعني المصادر تبعت البي فيتامينز لو حتلاحظ مشتركة حبوب كاملة بقوليات القدروات اللي هي الخضرة المايلة على اللون الغامق شوي اللي هو الورقية منها مصادر اللي هو اللحوم كمان سواء فش او حتا اللي والميت عادي كلاتهم غنيين بي بيتامينز ان جنرال عندي يعني بيستلوا تأثير أكتر على الجهاز العصبي نقصانه بسبب اللي هو نقصانه بداية اللي هو الاكتئاب طبعا مش اللي هو أول ما ينقص مباشرة بصدر عندي فكرة الاكتئاب لكن لأنه له علاقة بتصنيع النواق العصبية ومرض الدبريشن شو هو الاكتئاب أساسا نقص النواق العصبية تكون تركزة أقل من المستوى الطبيعي فالبي سيكس له علاقة بهذا الاشي له الدبريشن الأنيمية كمان لأنه العلاقة بتصنيع حكنا ردبلادسل فإذا قل عندي بصدر في اندحات لأنيمية من فقر الدم و الارتباك وله علاقة كمان ممكن لبعض اللي هو الحركات تكون مثلا غير متناسقة مع التشنجات إلى آخر فوليك أسد اللي هو البيينان فوليك أسد له علاقة بريد بلادسل نيريد عشان أكونها لأنه نقصه بيقلل من قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين معها فاي نقطة مملاء الفوليك أسد اللي بيهمني أكتر لنقص الفوليك أسد إنه المرأة الحاملة إذا ما أخذت فوليك أسد خلال فترة حملها خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى هذا الإشي رح يأثر على تكوين الجهاز العصبي عند الجنين تبعها نقص الفوليك أسد إذا كان شديد وما تعالج وما أخذت هاي المكملات الغذائية بيكون فيه عندي مشكلة منسميها السباينا بيفيدا اللي هي هاي حالة السباينا بيفيدا إنه العمود الفقري والسباينا الكورد الحبل الشوكي ما تسكر بشكل طبيعي فبيكون فيه عندي زي هذا النوتو وبيظهر عندي على اللي هو عند العمود الفقري عن ظهر اللي هو الجنين أو البيبي بعد الولادة بيكون عندي بهذا الشكل حات الاسباني بيفيدا لو زي كان وصار فيه عندي تشوه خلقي بسبب فقط نقص الفوليك أسد ليلو يمكن المرأة الحاملة تبات عليه كانت فادة حدوث هذه الحالة مع الطفلها طيب حتى يعني فيه احتمالية انه فيه تخطيط الصر الحمل أو فيه احتمال الصر الحمل بفضل تبدأ تاخد الفوليك أسد قبل عشان اي نقص اللي هو تعوضه في جسمها اول وبعدين تقدر اللي هو تعطي لجنينها فالفكرة كانت انه عشان ما يصر فيه عندي نقص الفوليك أسد لو بناخد اللي هو الفوليك أسد كمكمل غذائي عادثا بتاخذ او ممكن اللي هو بناخده من اللي هو الطعام يعني تركز على السورس او في اللي هي الفوليك أسد من النظام الغذائي تباحا واذا صار فيه حمل او خلال فترة تأشير الثلاثة من الحمل اللي هو تاخدو كمكمل غذائي رح تلاحظوا هذا الاشي خصوصا مجال الصيدل رح تلاحظوا انه اول فترة اللي هو الحمل عندي نساء مباشرة اطباء بكتولهم فوليك أسد باخدوه كمكمل غذاء من الصيدلية فهي نقطة مهمة تاخدوها بعين الاعتبار نقص الفوليك أسد شو بسبب او فوليك أسد ممكن نسمي بشكله الآخر اللي هو الفوليت او قابل اللي هو الدفشنس اللي هو الانيميا الانيميا تبعتها النوع اللي هو فقر الدم تبع اللي هي نقص الفوليك أسد مش نفسه اللي بيشباه اللي هو بسبب نقص الحديد في اكثر من نوع من الانيميا لكن النقطة المشتركة بينها ويما احكي هذا الشخص بيعاني من الانيميا بغض النظر اللي هي علاقة بانيميا بسبب نقص الفوليك أسد او انيميا بسبب نقص اللي هو الحديد بالنقطة النهائية انه خلايا الدم الحمراء غير قادرة على نقص الأكسجن يعني النتيجة نفسها لكن عشان اعوض هذه الانيميا لازم اكون عارف شو سببها فالفوليك أسد الانيميا تبعتها لها علاقة باشي منسمي large cell type الفكرة انا نعرف اللي هو نقص الفوليك أسد بمكاسب الانيميا smooth red tongue mental confusion كمان ممكن يأثر لي على اللي هو التركيز والادراك weakness fatigue headache shortness of breath اللي هو زي اعراض الانيميا منعرفها اللي هو الواحد تعب عام ارهاق اذا عبل الجهود بسيط ممكن يصر في عنده اللي هو انقطاع في التنفس او اللي هو صر يأخذ شيق زفير بشكل مستمر فهاي نقطة مهمة نكون عارفين هالا وبلشت تظهر انه ممكن هذا الشخص يكون عنده مشكلة نقص في الفوليك أسد اذا ما كان عنده نقص في الحديد ولسه بعان من هالا الاعراض ممكن يكون الانيميا سببها الفوليك أسد عشان هيك دائما لو شخص اللي هو بيشوك انه عنده انيميا بسبب الاعراض اللي عنده يفضل يعمل التست blood test سورس الفوليت عندي الـ green في فيجيتابل لو تلاحظوا اغلب مصادر الـ B فيتامين اللي حكينا عنهم كلياتهم في الـ green في فيجيتابل يعني لو انا بدي احكي مصدر غذائي واحد لكل الـ B فيتامين نركز على اللحوم او على الدجاج يعني الـ كبدة والـ green في فيجيتابل والبقوليات هيك لو بدأ اختصرها الـ لكنو بدأ اخد كل الفيتامين بي لوحده اكيد لكل وعد في مصدر مميز او خاص لاله طيب زي ما قلتلكم اللي بيهمني اكتر بالنسبة للفيتامين B 9 deficiency اللي هو المشكلة اللي بيسبب نقصانها شو ممكن يسبب عندي اللي هي سمناها spina pifida انو اذا بيحكي اللي فيه هون في النقطة الاولى انو فيه عندي حات pregnancy او حتى تخطيط للبريغنانسي في الاشهر التلاتة الاولى لازم يتم اللي هو اعطاء جرعة كافية من الفليت تاخدها المرأة الحامل كمكمل غذائي ليش عشان اقل الخطر الاصابي اشهر نسمي neural tube defect such as spina pifida in baby اللي هي مشاكل في الحبل الشوكي وانغلاق والتقام وتكوين مع اللي هو العمود الفقري فهذه spina pifida بتكون عندي تشوّل خلقي عند الجنين بيكون بهذا الشكل شوية spina pifida in a breath defect in which they're incomplete closing للespine ما عندي انغلاق تام له and the membrane around the spinal cord يعني العمود الفقري ما نغلق بشكل كامل والأنسجة واللي حوالين والإغشية اللي حوالين كمان الحبل الشوكي ما تسكر تماما فبالتالي في عندي مشكلة في structure مع أنت بالوظيفة كمان عندي مشاكل فاللي هو spina pifida هي تاب the neural tube defect the neural tube the structure eventually developed في هو خلقي بيكون بهذا الشكل فنقطة مهمة المرأة الحاملة تنتبه لإلها اللي هو الفلك أسد عشان تتجنب الإصابة أو إصابة جنينها بهذا الشيء طب هل هذا الشيء بيروح برأيكم يعني أنه يلا أعمل أي شيء أو أعمل اللي هو مكمل غذائي روحي اللي هو يتعالج ما بتعالج بيحتاجها اللي هو عمود الفقري فهذه الحالة مهمة يعني بدل ما أوصل في مرحلة أني أخلي طفلي بالمستقبل يصاب بهذه الحالة من الأول خلال فترة الحمل المرأة الحامل تنتبه غير عن الأشياء العديلة اللي كل بنصح فيها اللي هو مثلا تبعد عن الدخان مش بس هي ما تدخل مثلا اللي جنبها ما يكون أو ما تشوف حدا بدخل ما تكون جنبه عم تستنشق الدخان نفسه اتنام منيح والفلك أسد من الأساسيات يعني أول فترة تحمل أول ثلاث أشهر هو الأساس بعد هيك يعني إذا أول ثلاث أشهر وما أخذت فلك أسد وحكت آه أنا ما أخذت في الثلاث الأولى يلا أخذها بعدين مرات كما ما بنفع ومرات تظهر عن حالة الإسباني في فده ففي البداية تتكوين الجنين أول ثلاث أشهر هو المهم آخر فيتامين معنا اللي هو البيتناش اللي هو السيانوبيلامين اللي هو كلها تم نعرف إلو علاقة في البرين في التركيز في الذاكرة إلى آخر يعني بالبرين والعصب سيانوبيلامين helps to produce and maintain the myelin surrounding the nerve cell تذكروا في الأناتومي لما أخذنا مع بعض لما حكينا شكل الخليل العصبية على الأكس وانتبعها على المحور تبعها عندي إش من سميل myelin sheet اللي كانت إلها علاقة في نقل السيالات العصبية بشكل أسرع ولحماية الخليل العصبية نفسها بيحكيلي البيتول بساعد على إنتاجها والحفاظ عندي على صحة فبالتالي صحة خلايا عصبية أفضل مع أنتو بحافظ على المنتل أبليتي أكتر اللي هو القدرة الذهنية نقل السيالات العصبية بيكون عندي أفضل فالتذكر بيكون عندي كمان أفضل ريد بلد سال فورميشن كمان وكمان في عندي حال اسمها البيتول وإلها علاقة كمان بالديفشنس اللي إلها سبب حالة زي الأنيميا اللي حكينا عنها مثل اللي حكينا الأنيميا في الفوليت أنيميا تبعت اللي هو الحديد وأنيميا كمان البيتول تمام للبلاد سيل فورميشن والبريكداون للسنفاتي أستدام الأمين وأستد تبريدوس أنيرجي هذا إنتاج الطاقة صورنا أريد يعارفينه كل البيتول اللي علاقة بإنتاج الأنيرجي لأنها بتسهم فيه اللي هو بتحريرها الأنيرجي بشكل أسهل وأسرع من الغذاء اللي أنا بأخذه الفكرة زي ما حكينا بكل واحد شو بميزه فالبيتول إلو علاقة أكتر بالجهاز العصبي طيب البيتول والفوليت مع بعض بيعتمدوا على بعضهم في آلية عملهم بمعنى المرأة الحاملة إذا بتاخد فوليت لكن عندها نقص بيتول يفضل إنها تعالج البيتول كمان يعني ما بتوقف بس على الفوليت عشان رح تلاحظوا لمجال الصيد اللي عم بحكي ولا أي حدا شاف فوليت رح تلاقوا في الصيدليات في عندي شركات بتصنع الفوليت أسد والفوليت أو الفوليك أسد ومع بيتول مباشرة بتحطه فيه بحيث اللي هي المرأة الحاملة أريد يتعوض النقص لأنه زي ما قلنا آلية تعملهم بوث بيعتمدوا على بعضهم البعض طيب عشان البيتول يشتغل منيح بيحتاج للفوليت عشان الفوليت يشتغل منيح بيحتاج للبيتول مصدر مهم للبيتول كل الناس بتعرف صارت اللي هو اللحوم أول ما يحكي لك عندي نقص بيتول في مباشرة بيحكوله كبتر أكل بروتينات أو لحم في غذائك الليفر الميت الملك والشيز والأيج هدول اللي هو أسهل يعني خلين نحكي فيه الواحد خلال يوم ويستهلكهم فيهم بيتول وكمان بيحكي لي almost anything of animal origin يعني أي مصدر حيواني عادة فياته بيتول الديفيشنسي الديفيشنسي اللي هي الأنيمية تبعة البيتول اللي بيسمولي إياها برينكوش أنيميا الفكرة السمتم سبعتها أنيميا عادي اللي هو فقر دم يعني تعب يعني إرهاق اللي هي الفتيج إضافة لذلك بتأثر عندي الجهاز العصبي بصير عندي ديگرديشن في البريفرال نير بروغرسن تو باراليسز يعني بصير في عندي ضعف في الأعصاب الموجودة في الأطراف اللي هي الطرفية فبصير في عندي باراليسز اللي هو الشلل المقصود في الشلل هون أول شي بتكون بدايتها على شكل زي الخدر وعدم تناسق الحركة والرعش اللي بتكون في الإيد كمان يعني للناس اللي بتلاحظوا أنه عندها زي يعني بيجي مثلا يمسك الشغل بتلاحظ الشغل بتهز في إيده يعني بيبين هذا الشيء في ناس عندها ظاهرة يعني بتنشاف بالعين المجرد بكل بساطة هاي بتكون بداية نقص بيتولز فنقطة مهمة إنه إذا صار في عندي نقص كتير كبير لبيتولز ممكن سبب للبراليسز زي اللي هو أصدهم هون بيشلل الحركة تمام الـ 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 الإحساس اللي هو بيت الخدر على شكل زي نخز الإبر تمام اللي بسموليها البرستيجيا اللي هو زي الخدران مع النخز هو بيتولز ديفيشانسي وكمان مشاكل في الرؤية والدبريشن فمعناته لو بدي أحكي شو نقطة لمشترك الدبريشن وين ذكرت كمان في بي ستة وفي بي تناش بوث في ديم اللي هم كان علاقة بالأعصاب بالجهاز العصبي فبوث في ديم نقصانهم بسبب لحالة اللي هي الدبريشن مشاكل في الرؤية أكتر عن بي تول الأنيمية بي تول والفوليت ين جنرال الخدران كانت كمان سببها نقص اللي هو البي تول والبي ستة عشان هيك يا جماعة أول من واحد يشوف أعراض زي هيك مباشرة بي تول عادة أنه يفضل له ياخذ البي كومبليكس ان جنرال هل إذا باخد طيب مكملات غذائية بتكفي لا يا جماعة صراحة يعني مكملات الغذائية بتاعت التأثير اللي هو اللي الجسم بحتاجه خلال شهر مثلا خلصت الكورس خلال شهر استفدت تمام لكن يفضل أنه مع المكملات الغذائية أضل على النظام الغذائي الصحي تبعي يعني ما بيزبط واحد يحكي لك أنا دائما متعود أصحى فطوري هو أهوى بس غدا ما بتغدى وبتعشى أي إشي خلال نحكي اللي هي الجنك فود ما بيكفي هذا الإشي فالنقطة مهمة أنه الغذاء يوم بيومه لو بدي أحكي أنا على بدي أخذ هذه الفيتامين كل آية اللي ذكرنا في محاضرة اليوم بدي أخذها من نظام الغذائي فرضا أنا ما بدي مكملات غذائية هذا النظام الغذائي لازم يكون كل يوم بيومه يعني عشان أخذ كمية كاف من البيتولف مثلا وجبة فرضا أنا عندي 100 هذا لليوم بس بيعطيني الحاجة اليومية وبنفس الوقت بمنع اللي هو الانخفاض لأدام الانخفاض اللي كتير كبير ممكن أن يصير اللي هو لأدام ممكن له وبلش لحالة اللي هي زي ما قلنا اللي هي البراليسز إلى آخرها والأنيمية فالفكرة كل يوم بيوم الجسم بيستفيد منه كل وجبة بوجبتها يعني اليوم الثاني لازم كمان أعوض هذا النقص مرة ثانية بوجبة ثانية عشان أحافظ كل يوم بيومه في عندي كمية كافية الجسم بيحتاجها وبيستفيد منها وبيستخدمها اليوم الثاني أكمل على هذا الإشي عشان إذا ما بعمل هذا الشيء مع الوقت تراكم الأيام بصير تظهر عندي هذه الأعراض اللي ذكرناها في محاضرتنا بشكل كبير فهي كانت فكرة اللي هي البيي 12 وهي علاقة بس بالجهاز اللي هو العصب أكتر شيء والأنيميا الصورة هاي اللي هي علاقة بالفليت نكون عارفين أي صور عندنا الفليت في شنسي أو الفblic أسد في شنسي نفس الإشي بي 6 نفس الشي كانت فكرتها اللي هي الأنيميا الدپريشن والكونفوشن بي 7 اللي هي علاقة بالنيل و بالهير أكتر الهيرلوس بي 5 في جنرال التعب العام والكرامبس والبيرنك سنسيشن أو نملك السنسيشن في الهاند أو الفيت الناسين لها علاقة بالباليجرا الريبوفلوفين له علاقة بالأنجلر ستومتايسز هاي والثائمين له علاقة بفكرتي اللي هي الإدماء اللي بتصير اللي هي مسميحات الويتل بيربيري وفيتامين سي كان له علاقة بمراض اللي هو السكاربي هاي جماعة هاي كانت محاضرتنا اللي هي الووتر سوليبل فيتامين هاي منكون خلصنا محاضرتنا في حدا عنده اي سؤال يا جماعة اي في اشي مش مفهوم في المحاضرة لا يعطيك العافي دكتورة الله يعافيكم يا جماعة على هيك معناته ننهي محاضرتنا بالنسبة للامتحان برجع بخبركم ان شاء الله تمام اللي هو خلينا نحكي الاسبوع الجاي اوكي الاسبوع الجاي حكينا والامتحان بس في اخر اللي هما اخر اربع محاضرات برجع بأكد لكم هذا الاشي ان شاء الله طيب الله يعافيكم يعطيكم العافي انتو كمان يا جماعة الله معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة